يا عبادي ما أجيب كلما قال رسولي قوله نور وغادي واتباع لسبيري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ربح البيع ربح البيع أبا يحيا ربح البيع كلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل بها صحابيا من أصحابه كان تاجرا متميزا لكن تجارتهم من نوع خاص إنها صفقة العمر صفقة العمر عندما يبيع الإنسان شيئا رخيصا يملكه كل الناس يبيعه بثمن غال لا يوجد هذا الثمن إلا عند الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن إنها التجارة مع الله هذا سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه يأخذه أعداؤه أسيرا صغيرا يباع من بلد إلى بلد ثم يعيش في أرض الروم فتصبح لكنته رومية وحديثه فيه من اللكنة الرومية التي فيها شيء من العجمة ثم يباع وينتهي به المطاف إلى مكة يسمع بنبي عظيم يسمع بنبي رحيم فيؤمن به لكن سيدنا صهيب استطاع أن يشتري نفسه من سيده وأصبح حرا يبيع ويشتري فكثر ماله وكثر الغيظ والحنق والحسد عليه لكن الحسد ازداد وازداد عندما أمن برسول الله صلى الله عليه وسلم قرر سيدنا صهيب أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يستطع أن يأخذ ماله طمره في أرض وهرب فرحا إلى رسول الله لكن فرحته لم تكتمل اعترضه المشركون وأخذوه حاولوا أن يحاصروه فقال لهم يا معشر قريش والله إنكم لتعلمون أني أشدكم رميا وأصوبكم رميا فإن شئتم أعطيتكم أمرا وخلوا عني قالوا ما تعطين قال أعطيكم مالي كله لقد خلفته في مكة يعرفونه صادقا تلميذ الصادق فرضوا فقال اذهبوا إلى أرض فلان فخذوا المال ترك المال وترك الأرض وذهب منطلقا فإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يراه من بعيد فيقول له من بعيد ربح البيع أبا يحيا ربح البيع وكيف لا يربح بعدنا نيرا دنيا لو تسوى الدنيا عند الله شيئا ما سق منها كافرا شربة ماء ما تسوى عند الله جناح بعوضة الدنيا كلها بنعيمها ومالها هذا الكلام يجب أن يسمعه شبابنا يجب أن تسمعه أمهاتنا الأم التي يذهب ولدها من أجل أن يدافع عن أرضه عن عرضه يأتي يهاجر يأتي إلى سوريا ليدافع عن الضعفاء عن الأمهات تقول خسرنا ولدنا أي خسارة أيها الأم والله ما ربحتي ربحا أعظم من هذا الربح والله ما فزتي فوزا أعظم من هذا الفوز عندما ترين أولادك غدا كلهم لا يستطيع أحدهم أن يعطيك شيئا ولا حسنة من حسناته بينما هو الوحيد الذي يشفع لك ولأولادك ويرفع رأسك ورأس عائلتك هذا هو الفوز هذا هو النجاح أثعجب عندما أرى طبيبا عندما قيل أن حلب ستحاصر ولن تحاصر بإذن الله حلب فيها رجال وأبطال حلب فيها أرض الشام هي في أرض الشام التي بارك الله فيها حلب أسمع أن طبيبا ونحن داخلون أسلم عليه من أين أنت قال جئت من أمريكا يحمل الجنسية الأمريكا من أجل ماذا جاء أيها الإخوة لأنه سمع أن حلب ستحاصر كيف تحاصر حلب وهو في خارجها ماذا فعل جاء من أجل أن يتحاصر مع هؤلاء الضعفاء أيها الإخوة هذا هو الفوز هذا هو النجاح عندما أرى أخا يقول لي والله تركت كل شيء بيتي ومالي وكل شيء من أجل أن أخرج لأدافع عن أرض الشام وعن عرض الشام وعن أهل الشام لكنه سمع أن بيته قد قصف قال له أحده جيرانه اذهب بيتك قد قصف قال قد علمت قال اذهب فاخذ الأغراض قال والله إن بيتي كله بعته لله فمن أحب أن يأخذ أي شيء فليذهب ليأخذه هذه هي التجارة الرابحة بالله عليكم أيها الناس ماذا أخذ أهل القبور إلى قبورهم ماذا نفعهم هذا الأمر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هناك هو الربح هناك عندما يرفع الشهيد يريته ويقول ها أمقرأوا كتابي ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي الشهيد الذي أخذ كل يوم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها إذا وجدت إنسانا يعطيك عن كل عمل يوم قصرا فاذهب فعمل عنده فكيف إذا سمعت أن إنسانا في كل يوم لا يعطيك قصرا يعطيك دولة كاملة أتذهب فتعمل عنده إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم يعطيك عن كل يوم مثل الدنيا رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ربح البيع يا أيها المرابطون على أرض الشام ربح بيعكم أثبتوا هنا فإن أرض الشام أرض الرباط أجل أيها الإخوة ربح البيع ربح بيعكم يا أهل الشام وكل من وقف مع أهل الشام لقد ربح بيعكم إن الله اشترى أهل الشام أهل الرباط فمن كان معهم فمن كان معهم فله مثل أجرهم من خلف غازيا فقد غزى ومن جهز غازيا في سبيل الله فقد غزى هذا هو الربح وهذا هو الفوز أولئك الذين يفوزون الفوز العظيم أسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يخرجنا من هذه الأرض العزيزة الغالية إلا بربح عظيم إنها جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين اللهم اجعلنا منهم والسلام عليكم ورحمة الله يا عبادي ما أجيب كلما قال رسولي قوله نور وغادي واتباع لسبيل اشتركوا في القناة